فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية احسن الله عليكم قال رحمه الله يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خوله فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم كما ذكرنا أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع لما فيها من مباينتهم والتميز عنهم لألا تسري إلينا عاداتهم الفاسدة أو أشياء من دينهم المحرف المبدل أو المنسوخ فهذا سد للذريعة